تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هذا التعديل الذي تراه الكتلة التركمانية انه كسابقتها وان الانتخابات القادمة ستعيد ما حصل في انتخابات 2018 من اجراءة متحيزة والسياق الخاطئ الذي تنتهجه المفوضية ادى لاضعاف ثقة الناخب العراقي بها سواء في اختيارها للمناصب في المركز الوطني او المحافظات وتعمدها تهميش حقوق المكون التركماني المفوضية الحالية لا زالت اليات عملها مختلفة عن المفوضيات السابقة من حيث اولا تهميش المكون التركماني وكذلك التعينات الاخيرة في المدراء العامين اللي كنا نعمل تعويض التركمان بمنصب لانه ما كعدنا في مجلس المفوضين ولكن اعتقد المحاصصة لا زالت مهيمنة على المفوضية اخشى ان اقول فيها اجندات حزبية ولكن اتمنى من القوى السياسية ومجلس النواب تفعيل دورها الرقابي على مجلس المفوضين وإلا سنجابه نفس التزوير الذي حصل في انتخابات عام 2018 المكون العربي قلق من صعوبة اقناع الناخب العراقي ان يشارك في الانتخابات المبكرة في ظل الاحزاب التي تغلب مصلحتها على مصلحة الوطن فضلا عن رفض بعثة اليونامي في العراق ان تكون شاهد زور على اختيار المدراء العامين والتي اكدت هيمنة بعض القوى على المفوضية بعثة اليونامي انسحبت من ان تكون ورفضت ان تكون هي شاهد زور على العملية الانتخابية المزورة والمعدة للتزوير منذ الان هذا يدفعنا انه انطالب بشكل قوي ايقاف اي هيمنة للاحزاب على الهيئة المفوضية المستقلة للانتخابات وانه تكون فعلا مستقلة وانتتعامل فعلا بشفافية لعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية وممكن انه يرجع يشارك بالانتخابات تخوف يسوده قلق من تزوير الانتخابات القادمة كسابقتها بسبب المحاصصة وتوزيع المدراء في مجلس المفوضين بتخطيط مسبقة واجه رفضا عربيا وتركمانيا مطالبين تبديل مجلس المفوضين الحالي بمفوضية جديدة تكسب ثقة الناخب العراقي بطريقة اختيارها وبآدائها صعدون السلطان قناة التغيير كاركوك